بسم الله الرحمن الرحيم لما أمر الله إبراهيم أن يخرج إسماعيل وأمه فقال كما عن الإمام الصادق عليه السلام يا رب إلى أي مكان قال إلى حرمي وأمني وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة فأنزل الله عليه الجبرايل بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر وزرع ونخل إلا وقال يا جبرايل إلى هاهنا إلى هاهنا فيقول جبرايل لا امضي امضي حتى وفى مكة فوضعه في موضع البيت فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر فألقت هاجر على ذلك كساء كان معها فاستظلوا تحته فلما سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له هاجر يا إبراهيم أتدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا مانا ولا زرع فقال إبراهيم الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم ثم انصراف عنهم وبعد أن بنى النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام البيت دع الله تبارك وتعالى ليجعل هذا البلد آمنا ويرزق أهله من كل الثمرات وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا واذكر يا رسول الله إذ قال إبراهيم في دعائه لله تبارك وتعالى دعا هكذا رب جعل هذا البلد وهو مكة التي بني فيها البيت والذي لم يكن فيه زرع ولا يسكنه أهل رب جعل هذا بلدا آمنا عن الأخطار لا يتوجهه خطار أو بلدا محكوما بحكم الأمن حكما شرعيا فيكون محل أمن للناس ولذا لا يجرى فيه الحد ولا يقتص فيه ممن يستحق القصاص وارزق أهله من الثمرات وارزق سكانه الذين يسكنون في هذا البلد وارزقهم من الثمرات جمع الثمرة الفواكه أو مطلق ما ينبت من الأرض وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تأويل هذه الآياء من ثمرات القلوب أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا بدل أهله يعني أرزق من آمن من أهل هذا البلد وقد كان الدعاء إبراهيم عليه السلام خاصا بالمؤمنين قال ومن كفر فأمتعه قليلا الله تبارك وتعالى في جواب إبراهيم عليه السلام قال ما يدل على استجابة دعائه مع زيادة في الأمر شنو هاي الزيادة ومن كفر فأمتعه قليلا يعني من كفر من أهل هذا البلد لا نقطع عنه الثمار بل فأمتعه يعني أعطيه المتاع من الحياة والرزق والأمن وسائر الأمور أمتعه متاعا قليلا أو زمانا قليلا والقلة باعتباره قصر عمر الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى تمتع المؤمنة في الدنيا والآخرة وقد استجاب الله دعاء النبي إبراهيم صلى الله عليه لأن مكة لم يكن فيها مقومات سائر البلاد لأنها كانت في وسط واد غير ذي زرع ولا ماء فيها إلا ماء زمزم وهو ماء مالح فلذا دعا النبي إبراهيم صلى الله عليه واستجاب الله تبارك وتعالى دعائه واستمر رزق أهلها من الثمرات من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يعني هؤلاء الذين كفروا ومتعتهم بالمتاع القليل هؤلاء مصيرهم إلى النار ثم أضطره أي أدفعه إلى النار باضطرار منه بدون اختيار لأن أي إنسان ما يرضى بالنار فدخول الكافر إلى النار بسوء عمله ولاختياره الكفر وإلا فهو يتمكن من دفع العذاب عن نفسه أما وقد مات كافرا فأنه يلقى في النار كالمضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه إلى عذاب النار وبئس المصير بئس المأوى والمرجع للكافر وفي تأويل هذه الآية الكريمة يقول الإمام السجاد صلوات الله عليه قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله إيانا عنا بذلك وأولياءه وشيعة وصيه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال عنا بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من أمته وكذلك والله حال هذه الأمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين